إذن أفديفكا الجبهة الساخنة في دونيتسك شهدت تطورا حيث اخترق سلاح الجو الروسي خط الدفاع الأول للجيش الأوكراني في المنطقة الجنوبية من أفديفكا وفق ما أفاد به مراسلنا وبحسب المعلومات فإن القوات البرية الروسية تقدمت في هذا المحور في جهة أفديفكا كما نشاهد على الخارطة وسيطرت على نقاط سحب منها المقاتلون الأوكرانيون جنوب المدينة في هذا المحور هنا كما نشاهد في هذه المنطقة طبعا هذه المناطق نتحدث عن مصانع الفحم مع استمرار المعارك في نفس المنطقة حتى الآن وسط تحليق مكثف للمسيرات الأوكرانية كما أفاد مراسلنا كما قصفت القوات الروسية عدة مناطق في دونيسك في هذه المحاور في منطقة أفديفكا طبعا هذه الجبهة الساخنة تحاول القوات الروسية السيطرة عليها هذه المنطقة تحديدا تحاول القوات الروسية سيطرة عليها منع الهجمات الأوكرانية التي تنطلق من هذه المدينة باتجاه مدينة دونيسك التي تسيطر عليها القوات الروسية قبل يومين أعلنت السلطات الأوكرانية أنها صدت محاولة دخول قوات روسية من الجزء الجنوبي لأفديفكا يقر المسؤولون الأوكران بصعوبة الأوضاع لكنهم يؤكدون أن الأمور تحت السيطرة في هذا المحور الجيش الروسي كان حقق الأسبوع الماضي تقدما مهما على هذه الجبهة شمال مدينة دونتسك حيث سيطر على سلسلة من الخنادق المتاخمة لمنطقة الكواخ الصيفية والسكة الحديدية بينما كان قد سيطر في وقت سابق على بلدة تدعى في سيلوي